مبارح انفرضنا هنا في رقم عشرة بخبر مفاوضات نادي الزمالك مع حسام حسن مهاجم سموح النهاردة جاي لك بشوية كواليس اكتر في القصة دي بحسب مصدر مكرر من حسام حسن ففي وسطاء كلموا مع حسام حسن واقنعوه انه ينضم لنادي الزمالك بداية من الموسم الجاي وقالوا لنادي الزمالك شايفوا المهاجم الفريق في الموسم اللي جاي حسام حسن ابدأ موافقة بالانتقال لنادي الزمالك بغض النظر عن الامور المالية وقال لهم طبعا انه الزمالك هيبقى محتاجة يخلص مع نادي سموحة وانا عارف ان انا هقدر اقنع مسؤولي نادي سموحة ان انا اطلع بشكل محترم من النادي عدى حسام حسن بالمناسبة يخلص 2026 مع نادي سموحة فلازم طبعا موافقة نادي سموحة الزمالك خلاص حاطة حسام حسن خيار اول في مركز المهاجم للموسم اللي جاي والصفقة في طي الانهاء بتخلص حسام حسن غالبا في الزمالك الموسم القادم حسام حسن مهاجم الاهل السابق واسموحة الحالي يقترب كثيرا كثيرا من نادي الزمالك حسام حسن من شهر تقريبا كان له لقاء معنا هنا في رقم 10 اجراء زمالنا احمد المصري وقال فيه ان هو لا يمانع الانتقال لنادي الزمالك تعال نشوف جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل كلبنا لو رجع بك الزمان تاني قبل انتقالك للأهل كان قدامك لأهل والزمالك كنت هتختار نفس الاختيار اللي هتغير بصراحة لا والله بس انت تقريبا كان فيك ألم انت في الزمالك خلاص بص هو في الوقت ده هو طبعا أهل والزمالك انت لما بيجي قدامك دي مش بتاعت أنا بقى دي بتاعت النادي انت كان اختيارك ايه انا مش أنا الاختياري انا كنت اختيار اسموحة انا رجعت من القارة جيت هنا جيت على اسموحة تاني رئيس النادي الباش مهندس كلمني في التليفون قال لي كابتن محمود الخطيب قعد معي وخلص كل حاجة فدي انا مرتبط بعدي مع النادي بس هي الرغبة بقى انا خلاص رغبتي من رغبة رئيس النادي دي الوقت لو جالك الاهل والزمالك دلوقتي اللي انا هشارك فيه لا تشارك فيه من وجهة نظرك يقول لي قولي الاهل والزمالك خلاص هو بص هو النادي الاهلي خلاص انا جربت اجربة انا خلاص اجربت فطبعا لو انا نادي الزمالك خلاص اروح نادي الزمالك يعني حسام مرحب باللعب في الزمالك لو جوله عرض بزم طبعا طبعا ده شرف كبير برضا طيب دي كانت تصحيحات حسام عسن من شهر تقريبا مع زمالنا احمد المصري في برنامج رقم 10 حول ترحيبه بالانتقال لنادي الزمالك